بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن واله أما بعد فهل تريد أن يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة 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 الجواب نعم اسمع ما يقول صلى الله تعالى عند الترمذي من حديث أنس قال صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة 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 سبحان الله فقط هذه الساعة بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس وإذا أشرقت الشمس بعدها بعشر دقائق أو احتياطا بربع ساعة يعني خمسة عشر دقيقة صلى ركعتين لله تعالى تكون بذلك يكتب لك أجر عند الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة 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 وهذا الحديث صحاو جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحية الترمذي وفي صحية الجامعة وفي السلسلة ثم لو أضفت إلى ركعتين ركعتين أخرى فقد جاء في الحديث الصحيح يا ابن آدم اركع لأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة فتكون بذلك حسن فضيلتين فضيلة الحج والعمرة وفضيلة أن الله يحفظك إلى نهاية النهار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وصحبه